الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بات حياكم الله أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات في مادة مبادئ القانون ودرسنا في هذا اليوم بعنوان علم القانون في الإسلام علم القانون في الإسلام وقبل الدخول في الدرس نريد أن نراجع نحن وإياكم ما ذكرنا في الدرس الماضي وكان بعنوان تاريخ نشأة علم القانون وبينا في الدرس الماضي تاريخ نشأة علم القانون في الجزيرة العربية قبل الإسلام كيف كان يتخذ أي شكل وكيف كانت حال الجزيرة العربية قبل الإسلام في أمور القانونية وكذلك في الأنظمة يتخذ شكل نظام الحكم القبلي هذا في الجزيرة العربية قبل الإسلام وكما أن نظام الحكم في مكة وإثرب كان يتميز بخصائص تختلف عن باقي أنظمة الحكم في الجزيرة العربية كان السائد في تلك الفترة الظلم وكذلك العدوان وامتهان كرامة الإنسان كان سائدا في معظم تلك الأنظمة والتي كانت تستبيح حقوق الأفراد والجماعات ولم يعموا العدل فإذن لا الفرد يستطيع أن يأخذ حقه وكذلك ولا الجماعات فلم يعموا العدل فالحريات والحقوق تؤخذ عن طريق ماذا؟ عن طريق القوة حتى بوعث النبي صلى الله عليه وسلم والرسول الأمين بدعوته لدين الإسلام الحنيف وإتمام مكارم الأخلاق وإتمام مكارم الأخلاق هناك عرفت أوضاع القوانين في الجزيرة العربية قبل الإسلام من خلال ماذا؟ من خلال الاعتماد على أربعة مصادر رئيسة هي ما هي المصادر التي عرف فيها أوضاع القوانين في الجزيرة العربية قبل الإسلام؟ أربعة مصادر المصدر الأول وهو يسمى المصدر الأثري مصادر الأثرية مثل المعالم الأثرية وكذلك النقوش الحجرية المصدر الآخر وهو المصادر العربية المكتوبة مثل ماذا؟ الأخبار التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية من ذلك ما جاء في القصص القرآن وكذلك ما جاء مما صحى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار فإنه يستمد منها هذه أوضاع القوانين والأنظمة التي كانت ما قبل الإسلام أيضا مثل قول الشاعر الجاهلي سهير بن نبي سلمة قوله فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاو ما المقصود باليمين ذكرنا في الدرس الماضي وهو أنه يحلف بما يعظمه عنده في تلك الفترة وهو في وقت الجاهلية فإن مما يعظمه يحلف به لكي يقتطع حق صاحبه فيأخذ الحق فهذا الأمر الأول أو نفار وهو الارتفاع إلى رئيس القبيلة أو ممن له الأمر فيرتفع إليه فيحكم بينهما أو جلاو والمقصود بالجلاو هو أن ينجلي الحق فيعرف لمن له الحق يعرف لمن له الحق فلا يحتاج إلى يمين أو نفار وهو الارتفاع إلى هذا رئيس القبيلة أو من يستطيع أن يبين الحق لهما فذلكم مقاطع كل حق ثلاث كلهن لكم شفاء هذا المصدر الثالث المصدر الرابع ما هو مؤلفات علماء التاريخ الإسلامي مثل العديد من الكتب التي تحدثت عن التاريخ الإسلامي وما بيّنته عن حقبة ما قبل الإسلام في الجزيرة العربية الإسلامية فبذلك يعرف ما هو الوضع النظامي والقانون فيما قبل الإسلام في الجزيرة العربية هذا مما ذكرناه في الدرس الماضي وفي درسنا هذا ماذا سنتعلم وماذا سنأخذ يتوقع منك أخي الطالب واختي الطالبة في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تبين مصادر علم القانون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا توضح أبرز التطبيقات القانونية التي حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا تذكر بعض القواعد القانونية في التاريخ الإسلامي في هذا التمهيد مر علم القانون كغيره من العلوم بمراحل تطور مختلفة وتعد مرحلة أصر النبوة الانطلاقة لمرحلة كتابة القواعد القانونية واستمرت مراحل التطور حتى تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملكة العزيز أهل السعود طيب الله ثرى فإذن ذكرنا الآن ما مرت به مراحل تطور هذا العلم وهو مرحلة مراحل علم القانون وتعد مرحلة أصر النبوة الانطلاقة لمرحلة كتابة القواعد القانونية واستمرت مراحل التطور حتى تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملكة العزيز أهل السعود طيب الله ثرى علم القانون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حاله؟ عندما بعث الله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالقرآن الكريم وهو المصدر الأول والرئيس لجميع القوانين الإسلامية إذن ما هو المصدر الأول لجميع القوانين الإسلامية؟ نقول ماذا؟ أحسنتم القرآن الكريم ما هو المصدر لجميع القوانين الإسلامية؟ نقول القرآن الكريم هذا هو المصدر الأول حيث نصر القرآن الكريم على جميع الأحكام العامة التي يحتاجها الإنسان في دنياه وآخرته ووضع القواعد التي تنظم علاقة الأشخاص والمجتمع وعلاقات المجتمعات فيما بينها في من آيات القرآن الكريم ما يتعلق بماذا؟ بمسألة العقيدة كالإيمان بالله واليوم الآخر ومنها ما يتعلق بالعبادات وأفعال المكلفين وأقوالهم وآيات أخرى تحدد المسؤولية الجنائية والمدنية ومنها ما يتناول معاملات المدنية وأحكام الفراض وغير ذلك ما هو المصدر الثاني للقوانين القانون في القوانين الإسلامية؟ نقول المصدر الثاني للقوانين الإسلامي هو السنة المطهرة حيث جاءت بتفصيل الأحكام التي أتت مجملة في القرآن الكريم فإذا نقول المصادر التي نستمد منها القانون الإسلامي ماذا؟ القرآن الكريم والثاني ماذا؟ الثاني السنة المطهرة السنة المطهرة فهي مهيمة على هذه القوانين فنستطيع أن نستمد منها الأمور التي تنظم علاقة الإنسان في المجتمع وعلاقة الإنسان فيما بينه وبين الآخرين سواء في الأحوال المدنية أو كذلك فيما يتعلق بعبادته بربه وأيضا تحدد المسؤولية الجنائية وكذلك المدنية فإذا هذه عندما بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أحيي عليه بالقرآن الكريم وهو المصدر الأول والرئيس لجميع القوانين الإسلامية فإذا نقول مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا هنا قاعدة في أن البيوع في الأصل فيها ماذا؟ الحل لكن هناك أشياء قد حرمها الشارع الحكيم ومن ذلك تحريم الربا فإذا نستنبط من ذلك أننا نقول أن المصدر الأول لمعرفة هذه القوانين هو القرآن الكريم وكذلك السنع المطهر وسنبين بعد قليل بعض الأمثلة على ذلك مثال قاعدة الوفاء بالعقود قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هنا نداء من الله عز وجل لأهل الإيمان بأننا يجب علينا أن نفي بالعقود إذا أبرمت عقداً مع أخيك المسلم أو غير المسلم يجب عليك أن تفي بهذا العقد يجب عليك أن تفي بهذا العقد مثلاً عندما تريد أن تشتري سيارة من أخيك فيجب عليك أن تفي بهذا العقد عندما قلت اشتريت منك هذه السيارة يجب عليك أن تفي بذلك وتشتري منه وهو يجب عليه أن يسلمك هذه السيارة فهذا من الواجبات من الواجبات التي أوجبها الله على عباده يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هنا أوجب الله عز وجل علينا الوفاء بالعقود هذا المثال الأول مثل الوفاء قاعدة في جانب الوفاء بالعقود مثال على قاعدة النهي عن التدليس التدليس نأخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخ المسلم ولا يحل المسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له إذن التدليس أن يكون هناك في المبيع هذا فيه عيب فلا تبينه لأخيك هذا من التدليس هذا من التدليس ويجب عليك أن تبين له هذا العيب يجب عليك أن تبين له هذا العيب لأن هذه من القواعد التي لا بد أن يراعيها المسلم في حال بيعه وشرائه وهي قاعدة النهي عن التدليس النهي عن التدليس وكذلك من القواعد عدم الغش والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا هذه القاعدة الثانية ومن التطبيقات القانونية التي حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كتابة صحيفة المدينة وأيضا إجراء صلح الحديبية فإذا هذه من علم القانون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا بثلاثة أمثلة أولا مما يوجد من القرآن الكريم وهو الأمر الأول وهي قاعدة الوفاء بالعقود في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أما في قاعدة النهي عن التدليس ذكرنا حديث عقبة بن عامر قال سميتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخ المسلم ولا حل المسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له فإذا الواجب عليك ماذا؟ في حال وجود عيب في سلعتك أن تبينها لأخيك أن تبينها لأخيك أيضا من التطبيقات القانونية التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابة صحيفة المدينة وإجراء صلح الحديبي سنأخذ الآن بطاقة تعريفية بصحيفة المدينة صحيفة المدينة هي أول وثيقة مدنية في التاريخ الإسلامي تمت كتابتها منذ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتتكون من 52 بند خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين عامة خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين عامة وسبع وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وغيرهم وقد كتبت هذه الصحيفة في السنة الأولى للهجرة إذن متى كتبت هذه الصحيفة؟ كتبت في السنة الأولى للهجرة عام بالميلاد عام 623 بالميلاد هذه الوثيقة تسمى بماذا؟ صحيفة المدينة في التاريخ الإسلامي وقد تمت كتابتها منذ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتتكون من 52 بند خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين عامة وسبع وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وغيرهم وقد كتبت هذه الصحيفة في السنة الأولى للهجرة عام 623 بالميلاد فهذه أول وثيقة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا البطاقة التعريفية بصلح الحديبي هذا حصل ماذا؟ صلح حديبي حصل في العام السادس للهجرة فقد عقد صلح الحديبي بين من ومن بين المسلمين ومشركي قريش ويعد الصلح أحد طرق حل المنازعات وما زال موجوداً حتى عصر الحالي الحل النزاعات قبل الوصول للمحكمة فإذن هذه الصحيفة الأخرى وهي صحيفة صلح الحديبية يستفاد منها في حل النزاعات قبل الوصول إلى القاضي أو الحاكم الذي يحكم فيما بينه فإذن هذه يستفاد منها في حال الصلح بين المسلمين فإذن في الصلح بين المسلمين أو غيره في العام السادس للهجرة عقد صلح الحديبية بين المسلمين ومشركي قريش ويعد الصلح أحد طرق حل المنازعات وما زال موجوداً حتى عصر حالي لحل النزاعات قبل الوصول للمحكمة هنا أناقش أو دون بالحوار مع مجموعتك وبالبحث في القرآن الكريم والسنة النبوية أكتب آية وحديثاً نبوياً نص على قاعدة قانونية في الأمثلة أعلى إذن هنا نريد أن تبين آية وإيضاً حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فيها قاعدة قانونية تستنبط منها فتبينها في حال حصول سواء النزاع أو قاعدة قانونية تكون عامة للناس جميعاً بحيث يستفيد منها الإنسان ماذا نقول؟ ممكن أن نقول مثلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على من أنكر هذه قاعدة البين على المدعي واليمين على من أنكر هذه من القواعد التي نستطيع أن نستنبط منها من هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم بعض القواعد القانونية في التاريخ الإسلامي تضمن التاريخ الإسلامي تطبيق العديد من القواعد القانونية منها على سبيل المثال ما يأتي أولاً نقول مبدأ العدالة مبدأ ماذا؟ العدالة والله عز وجل قال في محكم التنزيل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربة أيضاً مبدأ الشورى هذه المبادئ التي نأخذها من القواعد القانون في التاريخ الإسلامي أيضاً التنظيم الإداري التنظيم الإداري كذلك نظام الوزارة والدووين أيضاً نأخذها من التاريخ الإسلامي فيوجد هناك أنظمة مرئية في هذا الأمر فلو بحثنا وفتشنا في التاريخ الإسلامي سنجد هذه القواعد القانونية في التاريخ الإسلامي وهي مبدأ العدل والعدالة وكذلك الشورى وأيضاً التنظيم الإداري وأيضاً نظام الوزارة والدووين الأمر الخامس ما هو انتقاء العاملين في الدولة بناء على انتقاء العاملين في الدولة بناء على معايير الكفاءة والصلاح ماذا نقول؟ انتقاء العاملين في الدولة بناء على معايير الكفاءة والصلاح الأمر السادس منع أخذ الهدية والهبات للعمال فهذه عدة مبادئ موجودة أو عدة قواعد قانونية في التاريخ الإسلامي نعيدها مرة أخرى أولاً نقول مبدأ العدالة وأيضاً الأمر الثاني مبدأ الشورى هذا نجده مدوناً في التاريخ الإسلامي أيضاً التنظيم الإداري الأمر الرابع النظام الوزارة والدووين الأمر الخامس وهو انتقاء العاملين في الدولة بناء على معايير الكفاءة والصلاح فتكون انتقاء العاملين بناء على معايير مهمة وهي الكفاءة والصلاح الأمر السادس وهو منع أخذ الهدية والهبات للعمال هنا في هذا التقويم السؤال الأول أتحقق ما القواعد القانونية عرفها التاريخ الإسلامي؟ ما القواعد القانونية عرفها التاريخ الإسلامي؟ السؤال الذي يليه أناقش ما أبرز التطبيقات القانونية التي حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال الذي يليه أستنتج ما النتاج المستفادة من معرفة تاريخ نشأة علم القانون في الإسلام ما النتاج المستفادة من معرفة تاريخ نشأة علم القانون في الإسلام أريد منك أن تدون إجابة هذه الأسئلة في الكتاب أو في الدفتر على حسب ما يملي لك الأستاذ وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين